انتهت الانتخابات أعلنت النتائج وفي كل مرة وفي كل انتخابات لازم أدنى مشكلة ولازم أدنى جدل وكأنه الانتخابات بلا مشاكل بلا جدل لا يمكن أن نفهمها وفي كل مرة لدينا مشاكل تكرر نفسها تستنسخ نفس الحالة التي سبقتها وهذا يقود إلى تساؤل هذا القصدية في تكرار واستنساخ حالات الفشل في تطبيق القانون من مسؤول عليها واليوم أنا تحديدا أريد أن أناقش قضية الكتلة الأكبر هاي الطلاب اللي من 2010 لل2018 لل2021 يكثر عليها الجدل وهذا أيضا يطرح أسئلة أخرى قلنا بها ولم يسمعنا أحد حتى نصل إلى الحقاق نطرح سؤال على قولة المصريين بالبنط العريض أين تكمن العلة هل العلة في القانون والتشريعات والنص الدستوري إلى الحد الذي يكون الذي يكون فيه مطاطيا يسهل على الوليادات أن يأخذوه وفقا لما يريدون أم العلة بالسادة السياسيون الذين يمتلكون نفوذا وقدرة على تطوير القوانين إلى الحد الذي يلائم مصالحهم الآن المشهد معقد وحذر ويحتاج إلى حكماء ويحتاج إلى رؤية عميقة في التفسير والتادئة من أجل حقن الدماء بعض ظهور النتائج هناك ثلاثة أشكال هناك من حزم أمره وبدأ يتحرك واختار مساحاته لتشكيل الحكومة طرف آخر ما زال غاضبا ما زال محتجا ما زال غير مقتنع وقد يكون هناك طرفا يبحث في النصوص والقوانين على كيفية إيجاد منفذا لتشكيل الكتلة الأكبر حسى أن تكون مانعا في التشكيل أو مدخلا للصدام وهذا ما نحذر منه دائما ونحاول أن ننبه إليه من خلال هذا البرنامج حتى لا نقع في محظورات قد تأكل الأخضر واليابس وتأتي على آخر ما تبقى إلنا من فرصة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر